يسعد صباحكم مشاهدينا وفي آخر فقراتنا لابد أن ديكور المنزل أصبح من الأساسيات التي تهتم بها كل عائلة لإضافة الرومانسية على جو المنزل والهدوء والشعور بالطمأنينة فكيف يمكن أن نجعل غرفة المعيشة والصالون بشكل أفضل وأجمل لنستضيف حول هذا الموضوع مهندس الديكور أسامة ناصر يسعد صباحكم يسعد صباحكم يسعد صباح المشاهدين وكل عام أنت بخير وانت بقى في خير يا رب كيف أصبحت؟ الله يسعدك رب الحمد لله نشكر الله كل شيء أساز أسامة يعني لو نتحدث شوي عن فرق خلينا نحكي ممكن نفرق بين غرفة المعيشة وغرفة الديوف أكيد فيه فرق واضح بينهم ومعظم الناس بخربشوا فيه فلو نفرق بناتهم كبداية حوارنا خلينا نحكي ببساطة المعيشة هي للناس يعيشوا فيها بشكل يومي في بيتهم يعني هذا الفرق الجوهري غرفة الصالون هي منسميها إحنا في لغتنا العربية غرفة الاستقبال أو غرفة الضيوف أو الغرفة المهيئة للضيوف هذه الغرفة اللي دائما مقفلة محب بفوت عليها بالضبط هي هاي الغرفة اللي مهدا مساحة محدش بفوت عليها صحيح وهي مربط الفرس بصراحة في نقاش اليوم مفروض يكون قديش هي بتبذل منها تكاليف ومنحط ستاير من أفخم نوع ومنحط تراشة من أغلى الأنواع وإنارة وطريات ومرات من بلتها بركاء ومرات الرخام ومنجيب أغلى تقوم الأعداد طبعا للضيوف وبالآخر قد تستخدم مرتين لثلاثة في السنة نعم في الأعياد وفي المناسبات نعم صحيح هذه هي الغرفة اللي منسميها غرفة الاستقبال اللي هي مخصصة لضيوف وهي كمان تأخذ كثير عدة شروط بتخليها تربط تصميم المنزل من وجهة نظري طبعا في هندسين بولوشيك لكن وجهة نظريها تربط المنزل لأنها تفرد علينا أن يكون قريب منها غرفة السفرة عشان ستة البيت تكون تقدر توازن ما بين السقاب الزبط وبالتالي بتفرد علينا كرب المطبخ بالتالي فيما بعد من غرفة السفرة فبصير التصميح ورد تصميم كله مربط حوالين غرفة الاستقبال اللي في النتيجة النهائية كيف يستخدامها في بعض الحالات في السنة لا يوازي 2 أو 3 في المية من عمر السنة هاي هي غرفة هاي الفرق الأساسي الجوهر ريبين التانية أما فيه فروقات احنا بنسميها فروقات تصميمية يعني غرفة الاستقبال لازم نرجع للمبدأ اتباعها الناس بيجو مشان يتحدث مع بعض او يعني يحكو في مناسبات اجتماعية او مناسبات عامة او الاخرهة فبكونش في محور فيها في اشي مركز فيها هاي الغرفة يعني احنا مرات منحط اشياء بعض الاشياء اللي بتتعلق في التحفيات او السكالب شارس هل بعض الناس لا يضعوا فيها التلفزيونات حتى تلك المحور يعني يعني ليس من المنطق انك تضع التلفزيون انه ليس معقول او يعيكو ضيوف مع بعض او نقعد هاي تاو مره بالسنة يعني ليس معقول او نقعد لتالفزيونات لكن احنا منقول انه في حالة وجود هاي الغرفة لتالاستقبال مرات نحط بعض الاشياء اللي بتطع تشوية ديناميكية مثل مثل حوض سمك مرات فاير بلس حتى لو كان سميوليشن يعني لو كان هذا الفاير بلس مش حقيقي نحن حقيقي نعم اضاءة ممكن تكون او على الكهرباء او اشياء لكن عشان يكسر جاو معين مرات صح صعبة البيت او صحاب البيت بتطروا يروح يهضروا القهوة الشاي بيسيبوا شوية فراغ عشان ميضلش الناس اللي قاعدين خاصة زكان افراد لحالهم ميشعرواش بالملل فمنضيف بعض اللمسات بالاضافة للمسات الفنية اللي بتتعلق زي ما حكت لك في الالوان والطراش اهم شرط فيها هي بتهيأني من وجهة نظري المتواضع في موضوع غرفة الاستخبال الناس اذا بتتلق اذا بتذكروا او الناس اذا بتذكر كيف كانت غرفة الاستخبال زمان زم انت يعني احكيت هي غرفة لا تستخدم فكانت باب دائما مسكر بشكل عام وكان دائما الالوان تروح باتجاه الدارك فيها الالوان المعتنى نعم وما كانت مساحة الغرفة والالوان دارك تشعرين هديئة صحيح النقطة الثانية كانت الناس كتير تحاول تبرز كل ما عندها في هاي الغرفة يعني اللي عنده صور يحطها اللي عنده تحافية تحطت تشعر ان كنت في منطقة كتير نعم وغير مختلفة عن المنزل عن باقي ضرورة نعم صحيح تأسي عالم تاني لا يعطيش هوية اصحاب المنزل يعني ما بعطي الهوية هي تبعتهم هلأ الامور هي تغيرت فعليا مع الزمن لكن موجودة حاليا عنا في يعني اذا بنحكي له احكم في موضوع بالفلل والشقاك نعم بي اكيد فرق ايضا لحدها تقوية بالفلل موجودة للشقاك لا يعطيش في الفلل حتا بشكلين انا اعرفش إذا لديكم فكرة موجودة كمان بنسميها غرفة الضيوف الستات وغرفة الضيوف الرجال نعم هذه كثير انا في القرانة الفلسطينية موجودة يعني بعدها هي ظاهرة موجودة بس حديثا عم بابنوا نفس التصميم وحديثا عم بابنوا بس بتتل مثلاً لا نسألنا كيف نصمم قبل 15 سنة، هذا شيء صحيح، يجب أن يكون موجوداً. وكانت تتلقى قد أخذ أن هذا متخفضاً، لم يكن لديه استخدام. سابقاً، لديه استخدام، أول ما كان، طبيعة التعليقات الاجتماعية بين الناس. كانت تختلفة. الآن الناس ستة المنزل، الزائد المنزل، الزائد المنزل، الزائد المنزل، الزائد المنزل... يمكن أن يكون محيطاً ومعلاقاتهم مشتركة. وهي بالضبط وقد أدلها محيط مشترك وعلاقات مشتركة فسفهم في شيء اسمه بالمفهوم الضيف يعني الضيف اللي نحكي عنه بالمفهوم التاريخي مش موجود فعليان هلأ موجود خلينا نحكي بنود رأيان والضوف اللي بيجوا عنا هلأ حاليا هم أهل البيت باعتبار يعني ما تسفهم مع عزم الناس بلجأوا للمطاعم او للخروج بره البيت نعم صحيح حاصل في العزايا وزكيف حنا كننا في رمضان ومنأكد على كل عامة بخير كانت العدد كبير بيوت ضيقة والناس عددها بتزيد فبالجأوا لالخروج مرات خارج البيت او حجز قاعات او الاخرية فعمليا الوظيفة الفعلية لغرفة الاستقبال ألت يعني بطلت موجودة هل تلاشت بالشقاق يعني ما هي موجودة بالفيلال بعدها موجودة او لكن برضو حتى في الفيلال في وجودها أخبرش تاخد التفكير الجديد بمعنى انه بطلتها الأدى المساحات الكبيرة هاي اللي بناياها اللي مرتكزل فقط عالفخام اه يعني في بعض التصاميم كنا نشعر انه احنا بنا نحكي مع بعض بدنا مراسل يعني بدنا اشي وصيل التواصل لانه تحس مرات من كبر المساحة بدك تضطر تحت عفش عشان مسترس صادة صوت هلا راحت هاي الامور فعليا راحت صارت المساحة منطقية تتناسب مع موضع العفاش العفاش لازم يكون مريح فبلش تاخد شكل الاعداء يعني صارت الناس تقول عندي قعدتين في البيت بمعنى غرفتين معيشة في البيت نعم صارت اكتر لانه مضغرة في المعيشة موش الصالونات بالزبط هلا في الشكاك الوضع مختلف تماما الوضع مختلف خاصة انه الشكاك عمالها بارتفاع مش طبيعي ومنعرف احنا نتيجة لانه في الشيء اراضي كتير و معظم الناس تتجأ لشراء الشكاك للشكاك وخاصة انه علاقة الشكاك داما مراكز البلاد وكذا زي مناطق نو اشي فشكاك بارتفاع وهي المساحة صفة في استغناء عنها بشكل مباشر فأولو بداما نحط غرفة ضيوف او صالون وغرفة قاعدتين صغار نجمعهم في غرفة واحد كبيرة ومنعوا عادوا مرتاحين وإلى آخر بتندمشهم يعني حاليا نعم صحيح بحيث نطعت المساحة المناسبة لها للبيت اليوم بيعيش فيها تولوقتهم يعني هي عنصر اساسي جدا يعني احنا نهتم في راحة التصميم وغرفة المعيشة بشكل كبير لكن سنة نأخذ بعين الاعتبار انه في حال وجود ضيف مع غرفة المعيشة شو لازم نسوي في الحالة أنا ما بحكي على الناحية الخصوصية، أنا بحكي على النواحية الوظيفية الفنية بمعنى انه كنا زمان نحنن قل غرفة العادية لازم يكون إضائيتها هيك مريحة وخلص يعني ذات ستة حالا بنحكي عن نوع كتير من الإضاءة بنحكي عن إنارة المخفية بنفس في الأسقف يعني بنحكي عن سبوطات، يعني مثلا بنحكي الإنارة المخفية خلينا ن عد أصفر مثلا أو الألوان خلينا ن عد حرة ونحن نقول مثلاً إنارة سبوتات، الإنارة المسلطة تكون مثلاً تضوي أبيض ونحن نقول مثلاً إضافة التريا بشكل فخيم، التي تخدم مصلحة كمعيشة بعد حركة للمشاركة في حال أجانا ضيفة نضويها تريا، في حالة نحن نجاوه رومانسي، وهادي نضوي الإنارة المخفية في حالة نحن نعطي إنارة تزيد، نعطي إضافة سبوتات في الإنارة المسلطة، هاي اللي لن أضف ونحن نعطي أجواء معينة في الإنارة، بالإضافة لموضوع خلط الألوان وتدخيل الول بيبر نعم، يعني صار فيه دمج بين بين الثانين، بحيث إنه إذا أي حدا أجانا أي ضيف، إحنا عنا منطقة تصلح للاستقبال واحترام هذا الضيف ومرتبه وفيها كل العناصر للاستقبال، وفيها كل العناصر بتريحنا إحنا كأهل بيت صحيح، عشان ما تحس حالك أنت كمان ضيف في بيتك نعم، صحيح، ما تكونيش مرتاحة، طبيعي صحيح نعم، ولو نتحدث الآن أخيراً عن الألوان اللي ممكن نحن نستغلها أو خاصةً في غرف المعيشة لأننا ذكرتنا من الممكن مساحات تكون ضيقة شوي، خاصةً في الشوقق، خلينا نركز على الشوقق ممكن نستخدم بعض الألوان اللي تعت خدع خلينا نحكي إنه هاي المساحة أكبر، إنه هاي المساحة مريحة، شو الألوان اللي ممكن تنصحنا فيه؟ الآن هو عالم الألوان عالم متسع، كثيراً. لكننا نحن نفكر في تصميمنا، نحن نفكر في ما نسميها الـ يعني نحن 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 نتحدث مع بعض ونجاو. نعم. فالغرفة المعيشة، ما هي العناصر التي تساعدنا في العادة؟ يعني لماذا؟ نحب نقعد فيها. فنحن نفكر في العناصر التي تفرض علينا الألوان بمعنى أننا نحن نفكر نقول غرفة العادة في بلد مع التغير المناخي وإلى آخرها، يكون عليه بأسعة الكبيرة فيها. المناخي يتعد للناس. المناخي يتğiخص من خلال الناسpodين يتغير بعض الناس. فهونا يتوجد خطوة لاحتاج إلى الناس وشعر إلى الأسئلة. حجار.. فيها كثيراً هناك منذ البساطة، تأثيراً ونحن نفكر لا، وبناءً على هذا الطائب، نحن نقف ندعج كثيرة الألوان، يعني لم يأتي من أن نقول أكثر على أن تكون هناك كثيرة. نحن نرى ما هو الحاجات الناس. بالإضافة كما قلنا سابقاً المساحة هلأ إذا المساحة دي لازم نروح للإتجاه الفاتح نعم الألوان الفاتحة لأنه إذا ضيقنا هلأ طبعاً كمان الناس كثير بتطلع على أنواع العفش أنه فاتح بتنظفه وتنظفه والأمور هاي الكل بحك فيها نعم ممكن العفش يكون غامل لكن الألوان اللي حوالي نحن نشي كثير من أنصار هذه النظرية نحن من أنصار أنه الكواليتي تاعت الإماش تكون جودتها عالي بحيث أنها تتنظف بسهولة يعني في عندك أنواع عقمشة زي الجلد وزي في مشتقات كتير من أنواع عقمشة سهل تنظيفها في منها بنكب عليها السوائل هلأ أنواع عقمشة ولون تكون مضادة لأ بصحي فإنه إختيار أنواع عقمشة المناسبة هو أفضل من أنك تختار لون كون اللون والله بتحمل وساخ مش مش منطقي هندسيا بالنسبة لإنحاكين هلأ كمان أنه تقارب العفش مع بعضه بحيث أن الناس تقدر تتواصل مع بعض يعني مش الناس تيجي مام بتلايها غير بتها تحط الكنباية وإشياء على الحيطة دايريكت بتحسيها يعني بتها تلزيقها على الحيطة أعلى إحنا عادين مع بعض ليش نبعد عن بعض يعني هلأ ممكن أننا نقدم الكنباية أعني لأنه هلأ يعني أي أنا وإياكي قدرين نتواصل مع بعض لو أنا مبايدة أنك كمان بترين بصير بتتضطر على صوتك وتعلي صوتك فالأجواء لازم تكون مش صح أنه دائماً كل ما بدنا نحط العادة تكون ملزقة في الحيطان يعني أعطيني الاسباس عشان أنا أرتاح نفسياً بس أعطيني العادة لأكون أنا قدر تواصل مع اللي جنبي مرات إحنا منحط التلفزيون في مساحات بتكون نضطر نجيب أصحاب البيت التلفزيون أكبر أو إشياء عشان إنه المسافة بايدة هذا بيزيد التخليف ليش داعي يعني ليش هالحاجة بتكون فموضوع الألوان عادة بتتعلق في المساحة الموجودة قدامنا والفوكس الألوان فيها تلفزيون فيها فائر بلاس شو حاجات نحن تكون في الأعادة زائد إنه زي ما أحكيت سابقاً موضوع الإنارة بأعكس ألوان يعني إذا أنت حطيت إنارة بتروع على الحمار هي أخذت الألوان مشتقات لأن الحمار أخذت دخلنا الأخضر أو الأزرق ممكن يعني نتحكم بالإنارة بألوان بالضبط، صحيح أصلاً هلأ فيه ترياتو فيه سبوتاتو فيه إنارة مخفية تبرمج يعني تأتي مثلاً أول مرة بأطيق أبضل تكبستاني ومرة بأطيق أحمر بتكبستاني أعرف كيف نعم، لكن هذه أكيد ليست ميحة لأولاد الصغار لأنهم رح يحرقوا كل اللمبات آه، نبستوا عليها نعم، بس أنا بأعتقد أنه هذه الأنواع من الإنارة هي بتكون مريحة يعني وشيقة نعم، مريحة للضيوف كمان ممكن تغير في الألوان وإليك كستبيت يعني مرات بزاق الواحد نفس اللون نفس اللي مرات أنت تحسي حالك بحاجة أنك تغير سجادة معينة هذه الأنواع تساعد كثير على هذه التغييرات خاصة في فترة الصيف والشتة مرات تشعر أنه اللون الأحمر حلو أو البرتقال حلو في الشتة مرات تشعر أنه بدايك في الصيف صحيح دنيا حارة خلقت الله يعني يعرف كيف بدك شيء يعطيك شعور في البراد نعم في الشتة بدك شيء يعطيك شعور بالدفاع فهذه العلاقات مهمة يعني هي الألوان، أكيد احتيار الألوان شيء أساسي وشيء مهم أستاذ للأسف حنا دهمنا الوقت لكن دائماً نساعدين بوجودك معنا وإن شاء الله يكون المشاهدين استفادوا من نصائحك شكراً لكم الله يخليك شكراً لكم شكراً كتير مشاهدينا هيك بنكون وصلنا لختم فقراتنا أنا إن شاء الله بلقاكم الأسبوع القادم وكل عام وأنتو بألف خير وإن شاء الله دائماً نسمع نتائج حلوة عن طلاب التوجيه غداً إن شاء الله تكون النتائج دائماً على التوقعاتكم وأكثر إن شاء الله هاركم سعيد أعطيكم ألف عافية اشتركوا في القناة